وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا هذه تعتبر قراءة ويؤجر عليها لكن أيهما أفضل أن يقرأ محرك اللسان من غير صوت أو يصحب هذه القراءة الصوت نعم أحسنت يصحبها صوت لكن يكون الصوت غير مرتفع بحيث يؤذي من عن يمينه ويساره وذلك لأنه إذا لم يصحبها صوت كيف يكون التغني بالقرآن كيف يكون ترتيل القرآن والله تعالى يقول وردت القرآن ترتيل كيف يرتيل القرآن ليس عند الصوت عند التلاوة ما يرفع صوت عند التلاوة كيف يرتيل التلاوة ثم أيضا كيف يتغنى بالقرآن من غير الصوت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن الحديث الآخذين بالقرآن بأصواتكم كيف يكون التغني ثم أيضا الملائكة تستمع لمن يتلو القرآن تستمع له كما ورد في الحديث الصحيح فكيف يتستمع له وهو لم يرفع صوته الأفضل أن يرفع صوته قليلا بالقدر الذي لا يشوش على من عن يمينه ويساره يعني هناك طرفان وموسط هناك بعض الناس لا تسمع له صوتا وهذا يفوته الترتيل والتغني ويعني بعض السنن الواردة في التلاوة وعلى عكسهم من يرفع صوته رفعا يؤذي من حوله من المصلين هذا أيضا خطأ لأن هذا فيه أذية للمسلمين والمطلوب أن يرفع صوته بالقدر الذي لا يؤذي من حوله حديث المسلم بقرآن كله المسلم والصدقة هو الجاهل بقرآن كله الجاهل والصدقة أولا في سنة دهما قال بعضها للعلم ضعفه ولو ثبت فالمقصود أنه يسر يعني بصوت لا يرفع ليس فيه رفع ليس فيه رفع بحيث يؤذي الآخرين لأن الأدل أيضا تدل على أن المطلوب من القالي القرآن ترتين المطلوب هو التغني المطلوب هو تحسين الصوت والمطلوب هو تزين الصوت بالتلاوة هذه كله لا تتحقق إذا صحب التلاوة صوته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر